يحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على تفعيل القطاع الرياضي بأكثر الأساليب إفادة للقطاع والمملكة بشكل عام من هذا المنطلق أتت زيارة نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم كريم بن زيمة بهدف تجديد النمط الرياضي المحلي والترويج للمملكة والقطاع الرياضي فيها تتعلق طموحات شباب البحريني وخصوصا الرياضي بمبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومن هذا المنطلق حرص سموه على تجديد الخط الرياضي وفتح أفاق أوسع والترويج للبحرين بكل الإمكانيات لتثبيت اسمها عالميا في المحافل الرياضية ولم تقتصر جهود سموه على هذه الأمور فقط فسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة جسد علاقاته الشخصية مع النجوم والرياضيين على المستوى العالمي إلى واقع ملموس من خلال استضافتهم في المملكة فهذه الزيارات لها من المعاني والرسائل التي تفوق في أبعادها مجرد زيارة عابرة زيارة نجم نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم كاريم بن زيمة لمملكة البحرين أخذت بودا عالميا وتولت ردود الأفعال المرحبة بالزيارة من قبل العديد من الأوساط الرياضية الخليجية والعربية والعالمية فبعد تتويج نادي ريال مدريد الملكي بلقب دور أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخه والثالثة على التولي كانت وجهة بن زيمة إلى البحرين لمقابلة صديقه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وحضور المباراة النهائية لبطولة سموه الرمضانية لكرة القدم في نسختها الحادية عشر نتائج الزيارة تجلت واقعان على الأرض عندما حققت البطولة أرقاما كبيرة من خلال الحضور الجماهيري للمباراة النهائية حيث وصلت أعداد الجماهير إلى أكثر من 12 ألف متفرج بعد نفاذ جميع التذاكر التي تم طبعتها من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والمخصصة للقاء الختمي وتحول النهائي الذي تزين بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة واللاعب كريم بن زيمة وعدد كبير من الشخصية الرسمية المرموقة إلى كرنفال احتفالي مثير تفاعلت فيه الجماهير مع النجم الفرنسي بن زيمة هذا وشكل توجد اللاعب الدولي الفرنسي تأسابقا إعلاميا كبيرا من قبل الشباب البحريني حيث حرص أكثر من 65 إعلامي على التواجد من أجل نقل الحدث كل بطريقته الخاصة ولتشجيع الشباب على المواصلة في العطاء والوصول إلى أعلى المستويات حرص النجم الفرنسي كريم بن زيمة على زيارة أكاديمية ريال مادريس في البحرين وشارك في مباريات استعراضية ودية حيث زرعت هذه المباريات في نفوس اللاعبين الصغار مفاهيم مختلفة بعد التعرف على شخصية اللاعب عن قرب زيارة اللاعب الفرنسي إلى البحرين لن تكون الأخيرة على صعير استضافة مشاهير الرياضة حول العالم فهذه الزيارات تأتي تحت أهداف عدة أهمها تعزيز المكتسبات الكبيرة وترجمتها إلى أهداف تعيد صياغة وتشكيل الرؤى والطموحات البحرينية في الوصول إلى المستويات العالمية في جميع الألعاب والمحافل الرياضية ترجمة نانسي قنقر